أقرب منك إنه هو مثل الجنس كيف رح تتصرفي؟ لن يتغير شي دي حريته الشخصية أنا ما خالصني فيها أنا شايفة يعني فيه أمور حرية شخصية محدش يحكم على حد يعني محدش يعرف ده ظروفه إيه فينا مش متابعة جيدة ليه أبداً أفكار كتير كتير حاجات شفتها فيديوهات كانت صادمة بالنسبة لي ليه نعمل عمل فني عنه؟ بتعملين؟ بتقدر المسليين وبتهاجم الشيخ الشعراوي إلهم شهين تضع نفسها في مأزق أنا بقدر المسليين جنسياً جداً وحس بيهم كلهم ودي حريتهم الشخصية الفنانة إلهم شهين رجعت من تاني علشان تثير الجدل على منصات السوشيال ميديا بتصريحاتها اللي مفيش اتنين بيتفقوا عليها والمرة دي خبطت في الشيخ الشعراوي ووصفته بكلام مش كويس في حقه هي إيه الحكاية؟ إلهم تعودة دايماً في كل فترة كده تطلع في لقاء وتتكلم وتقول كلام كتير جداً ما يعجبش الجمهور ودي حاجة مش جديدة عليها احنا متعودين على الكلام دا من زمان بس المرة دي تلعت قلب كلام غريب جداً قلب السوشيال ميديا وخلى في عدد كبير من الناس يبدأوا يهجموها إلهم ظهرت في مقابلة تلفزيونية في برنامج اسمه كتاب الشهرة اللي بيقدمه الإعلامي علي ياسين وتكلمت عن حاجات كتير مختلفة عن بعضها يعني مثلاً إلهم شايفة إن المسلية الجنسية حرية شخصية مش من حق أي حد إنه يحكم على المسليين لأنه هو ما يعرفش ظروفهم ما يعرفش مروا بإيه بحياتهم بالزبط بعدين فيه ناس بيولوجياً بيتولدوا كده بيكون فيهم الزكورة والأنوسة وإحنا ملناش إننا نحكم على أي حد فيهم ولازم كلنا ندعمهم ونقدر ظروفهم كويس جداً التصريحات دي مش غريبة ولا جديدة على إلهم هي دايماً كده ومعودانة بتصريحاتها على الحرية الشخصية والجنس والمثلية لكن اللي قال بالدنيا هو كلامها عن الشيخ الشعراوي علي رحمة الله إلهم شايفة إننا ما ينفعش إن نقدم سيرة ذاتية للشيوخ كل ده بسبب إنها شافت للشيخ الشعراوي فيديوهات كانت صادمة بالنسبة لها زي مثلاً رأيه في ضرب الأزواج وإن مباح طالما الزوج شاف عورة الست وإن الراجل اللي بيتجوز ست مسيحية ما ينفعش يعيد عليها في عيدها ولا يخرجها وأكتر حاجة خلتها مش بتحب الشيخ الشعراوي ولا بتحب تسمع له لما قال عن المريض إنه مش لازم يتعالج عشان ما يتأخرش على لقاء ربنا كل الكلام ده طبعاً كان على لسانها إلهم شايفة إننا بدل ما نقدم سيرة ذاتية للشيوخ الأفضل إن إحنا نقدمها لعلماء فادوا البشرية وتصريحاتها عن الشيخ الشعراوي دي قلبت الدنيا وخلت ناس كتير جداً يهجموها والتعليقات السلبية نزلت عليها زي المطر اللي بيقول ليها ابعدي عن الشيخ الشعراوي ألهام واللي بيقول ليها حتى الراجل المحترم ما سلمش منكم واللي بيقول ليها خليك في المثلية بتاعتك وسبلنا الشيخ الشعراوي نتعلم ونستفيد منه لكن طبعاً هي لا حياتها لمن تنقني لأنها طول عمرها جريئة ومش بيهمها أي انتقادات سلبية حتى لو كانت صح ولما بقت سألت عن الأمومة والخلفة ردت وقالت إنها ردية جداً بالموضوع ده لأنها طول عمرها بتحب إنها تعيش حرة من غير أي قيوب وعلاقت وقالت ردية جداً على فكرة عدم الإنجاب أنا مش قد المسئولية كفاية مسئوليات عاوزة أكون حرة وعيش لفني الفن بياخد وقتنا كلنا في أيام بنشتغل فيها عشرين ساعة إمتى الوحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها من أولادها لازم يبقى فيه اختيار وانا اخترت إلهام شايفة إنها تقدر تمارس الأمومة مع أخوتها وأصدقائها المقربين لأن عندها التضحية والعطار فمش مهم تمارسهم مع مين بالزبط هي مبسوطة كده ومرتاحة أكتر في حياتها السؤال المهم دلوقتي هل إلهام بعد الهجوم عليها؟ هتتراجع وتطلع تعتذر؟ كل مرة ولا كأنها شايفة الهجوم ده مستنيين إجابتكم في الكومنتات؟ ما تنسوش تتابعونا على صفحة نجوم الفن